نحن دلوقتي في مسجد السلطان محمد بن قلوان الذي شرع في بنائه عام 1318 ميلاديا ويعد من منشاة أسرة قلوان كما أنه يعد من أجمل المساجد الأثرية التي تنتمي للفترة المملكية وقد ذكروا المؤرخون أن هذا السلطان العظيم الذي حكم قرابة 44 عاما قد بنى هذا المسجد في مواقع مسجد قديم يعود إلى عصر الملك الكامل ابن أيوب الجامع عبارة عن مربع الشكل طوله من الشمال للجنوب 63 متر وعرضه من الشرق للغرب 57 متر كما أنه يتكون من صحن أوسط محاط بأربع أرويقة أكبرهم رواق القبلة ومساحة الصحن طولا 35 متر ونص في عرضا 23 متر ونص دي نفذة بسيطة ومختصرة عن هذا الجامع العظيم